سلام الله عليك سأل السؤال كيف يمكن التخلص من سوء الظن بتقدير الله عز وجل انظروا رب العالمين لا يقوم إلا بما هو صحيح الله هو المعصوم الأكبر لا يرتكب شيئا من الأشياء المضرة للناس طبعا ربنا لا يعرف ما هو إلا هو لكن الذي نعرف أن الله لا يريد لنا إلا الخير حتى لإبليس يريد الخير حتى لفرعون يريد الخير ولذلك الذين يدخلوا النار جهنم يدخلون بعملهم بإرادتهم باختيارهم وإلا رب العالمين لا يجبر أحدا على طاعته ولا يجبر أحدا على معصيته هذه منطقة محرمة لا يدخلها إلا أنت وإلا إرادتك أنت على كل حال الله حينما يبعثه موسى وهارون نبيين عظيمين من أنبيائه أحدهما العزم بعت الكرة الأرضية كلها يقول يذهب ألا فرعون وقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى الله يليل الخير لفرعون بس فرعون ما يريد وإلا رب العالمين أراد له الخير ولو آمن فرعون لربما نزلت في حقه السورة في كتاب الله وكذلك المجرمين الكبارة في التاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما بعث كان أهل مكة من المشركين كانوا يعبدون الأصنام لكن النبي كان يريد لهم الخير والأنبياء عادة يبحثون يبعثون لشعوب جاهلية متخلفة لا تفهم من الحياة إلا كل ما هو شر ومع ذلك تحولون إلى أخيار رب العالمين يريد الخير للناس فلا تتهم ربك بسوء التقدير ما ينزل عليك من التقدير لابد أن تستسلم له ولذلك عندنا في الأحاديث يامن لا يكره على لا يحمد على مكروه سواه يعني إذا شيء يجي أنت تكره بس تقدير إلهي عزيز عليك مات فلا تملك إلا أن تستسلم وتقولها الحمد لله لأن الله هو الوحيد الذي يحمد على المكاره كما يحمد على ما هو ضد ذلك أن تحمد الله على الخير وأن تحمده وقد تعالى الشارع الإمام الصادق صلى الله عليه كان يمشي وكان أمامه شاب من أولاده يمشي قدامه فسقط ومات قد الشاب مات فرفع الإمام يديه للسماء قال الحمد لله الذي يقتل أولادنا ولا نزداد له إلا حب ما الذي قالت فاطمة الصغرى بعده ما حدث في كربلاء ومقتل الكوكب الدرية من أهل بيت رسول الله من أقرب الناس إليها وأعز قالت الحمد لله زنة العرش إلى الثرى وعدد الرمل والحصر الحمد لله وحينما يقول عبد الله بن زياد كيف رأيت صنع الله بك قالت ما رأيت إلا جميلة من رب العالم ما رأينا إلا جميل القبيح منك أنت أنت القبيح الذي ارتكبت الجريمة أما فيما يرتبط بالله الله يقول يتخذ منكم شهداء إذا يموت الإنسان بالقتل في سبيل الله فهذه أفضل نهاية تحدث للمؤمن كان يتمناها حتى الإمام عليه السلام الله عليه كان يتمنى أن يقتل في سبيل الله ونقرأ في أدعية شهر رمضان اللهم وقتلا في سبيلك فوفق لنا ما يأتي من الله هو صحيح لا يأتي من الجميل إلا الجميل أما أن تسيئ الظن بالله وبتقدير الله هذا هذا يضر بك أكثر مما يضر بأي شخص آخر شهر رمضان شهر رمضان